وحول الحرب في غزة حتى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حتى الشعب الأمريكي على فهم تفاصيل ما يحدث وقال إن ما يجري بحق الفلسطينيين لا يمكن احتماله ما فعلته حماس كان فضيعا ولا مباررا له لكن صحيح أيضا أن الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين لا يمكن احتماله وصحيح أيضا أن هناك تاريخا للشعب اليهودي يمكن أن يتم نسيانه ما لم يكن أجدادك أو أعمامك أو عماتك رو لك قصصا حول فضاعة معادات سامية وصحيح أيضا أن هناك أشخاص يموتون الآن لا علقت لهم بما فعلته حركة حماس كشفت وزارة العمل الإسرائيلية أن 760 ألف إسرائيلي فقد وظائفهم بشكل كامل بسبب إغلاق المؤسسات أو الاتحاق بالجيش الإسرائيلي بحسب الوزارة فإن نحو 18% من القوى العاملة في إسرائيل توقفت عن العمل ولا سيما في مناطق الجنوب والشمال موضحة أن عدد المتعطلين عن قطاع البناء والمطاعم كان الأكبر نتيجة التصعيد الإسرائيلي المتزايد ضد قطاع غزة هبط مؤشر الأسهم القيادية في بورسة تل أبيب أكثر من 11% خلال شهر أكتوبر الماضي مسجلا أكبر خسارة شهرية منذ بدء جائحة كورونا وخسر مؤشر تي اي 125 الأكثر همية في إسرائيل وكذلك المقياس الأساسي للاكتصاد نحو 11.6% خلال شهر أكتوبر مسجلا أدنى مستوياته منذ 25 فبراير 2021 كما خسرت جميع الأسهم الإسرائيلية المدرجة نحو 27 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال هذه الفترة ترجمة نانسي قنقر